في بداية ظهيرة يوم الخميس الخامس والعشرين جوان الف وتسعمائة وثمانية وتسعين اعلنت الاذاعة الوطنية اغتيال المغني الجزائري معطوب الوناس من طرف ارهابيين ينتمون الى الجماعة الاسلامية المسلحة الجية كان فصل الصيف ينذر بالسخونة لان الصراع بين جنرالات هيئة اركان الجيش الوطني الشعبي ومصالح المخابرات محمد العماري محمد تواتي فضيل شريف محمد غنيم محمد مديان واسماعيل العماري من جهة وجماعة الرئاسة تحت قيادة زروال وبتشين من جهة اخرى اتخذ منعرجا دراماتيكي وحلت محل الضغوط والمساومات العادية التي كانت في السابق غير علنية التهديدات والشتم عن طريق وسائل الاعلام بحدة غير مألوفة اراد جنرالات جماعة العماري ومهما كان الثمن رأس بتشين المدير السابق للمخابرات والصديق الحميم للرئيس ليامين زروال والذي اصبح وزيرا مستشارا قد اشتبه فيه انه يحضر مع ضباط اخرين من بينهم قائد لبن عكنون المقدم حداد عبد القادر المسمى العقيد عبد الرحمن المدعوى النمر ليلة صراع طويلة بالفعل ومنذ وصوله الى الرئاسة فقد استدعى بتشين الى جانبه ضباطا من المخابرات الذين عزلهم توفيق بعد ذهاب بتشين بهدف تكوين مكتب شؤون الامن الوطني يتكلف هذا المكتب الذي يرأسه بتشين ويساعده الرائد زبير والنمر بشؤون امن الدولة وكانت له مصادر معلومات مختلفة داخل الجيش وفي الوسط المدني وعمليا فان معالجة واستغلال المعلومات المحصل عليها من طرف مكتب بتشين توفر للرئيس زروال حرية اخذ القرارات المتعلقة بالميادين الحساسة كالدفاع مثلا اكبر ضربة قام بها المكتب هي عزل الجنرال عبد المجيد تغيت باسباب الرشوة وكذا عزل سعيد باي بسبب التهاون الخطير لقد طلبت الرئاسة وتحصلت على ذهاب الجنرال سعيد باي قائد الناحية العسكرية الاولى والقريب جدا من جماعة العماري وتوفيق بسبب جموده المقصود قبل وبعد المجازر الكبرى لعام سبعة وتسعين ان صورة الرئاسة الجزائرية قد تشوهت كثيرا خلال هذه الفترة لان مسؤولي المجازر بقوا الى اليوم بدون عقاب بالنسبة للرئيس زروال فان المسؤول الرئيسي لهذه الوضعية الكارثية هو بالطبع محمد العماري رئيس هيئة الاركان العامة للجيش الذي امر الجيش اياما قليلة قبل المجازر بعدم مغادرة الثكنات بعد الساعة العاشرة ليلا وان لا كان عقاب العصات شديدا داخل نفس هذه الثكنات القريبة من اماكن المجازر والتي فرض عليها الجمود كان الجنود يسمعون صراخ ونداءات النجدة لالاف الضحايا والاخطر من ذلك ان الناجين القليلين الذين تمكنوا من الوصول الى ابواب الثكنات لطلب المساعدة تم طردهم من طرف الجنود الذين يطبقون اوامر لا يفهمونها والتي اضاعتهم كل الضياع وتقريبا في نفس الوقت كان او يحيا يضع اللمسات الاخيرة لقانون تعميم اللغة العربية الذي اعلن عنه عدة مرات ثم اجل تحت اشراف الرئيس زروال في هذا الجو المشحون تم تنظيم اجتماع ذي اهمية كبيرة في فلا قريبة من العاصمة والتابعة لمصلحة المخابرات حضره ضباط سامون من الجيش وممثلين من حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية ان الضباط الذين بعثهم مسؤول الغرفة السوداء هم الجنرال محمد التواتي زعيم الاتجاه الجديد في الجيش بعد الاتجاه العربي الاسلامي النابع من جيش التحرير الوطني فان الاتجاه اللائكي المكون من الضباط السابقين في الجيش الفرنسي هو الذي اخذ مقالد الجيش الوطني الشعبي والعقيد فرقاني المدعو مرزاق احد العناصر القديمة للمخابرات والذي له علاقات قوية في الوسط القبائلي وهو ايضا الضابط المكلف بعدة مصادر عملاء داخل حركة الثقافة البربرية وحزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية مرزاق هو من رجال الثقة القليلين لتوفيق المكلفين فقط بالملف القبائلي من جانب حزب التجمع يوجد خليدا مسعودي الناشطة البربرية المدافعة عن الاطروحات الاستئصالية لتواتي في اطار محاربة الارهاب وكذا نور الدين آية حمودة رئيس احدى اهم ميليشيات البلد بعد الاجراءات العادية بين الحاضرين والذين يعرف بعضهم بعض جيدا حيث لم يكن هذا اللقاء الاول من نوعه فقد تم فتح الجلسة رسميا وكان نور الدين آية حمودة اول من يأخذ الكلمة للتعبير بتأثر كبير عن مخاوف العنصر البربري للسكان امام مخاطر الانفجار الذي سوف يسببه تطبيق قانون تعميم اللغة العربية واكد آية حمودة انه بالنسبة للقبائل فان التعريب يعني الاسلمة والارهاب وقد ذكر اخطر السيناريوهات اذا ما تم تطبيق هذا المشروع اقترح الجنرال تواتي لممثل حزب التجمع ردا على ما سبق تعبئة الفنانين والمثقفين خاصة منهم القبائليين حتى على المستوى العالمي قبل كل شيء ثم تعبئة الشارع بعد ذلك مظاهرات اضرابات مقاطعات لارغام الحكومة على اعادة النظر في المشروع اشارت خليدا مسعودي للجنرال تواتي ان الوقت يسرع وان سكان القبائل تعبوا من الاضرابات والشعارات البالية وعلى كل حال فان انقسام حركة الثقافة البربرية باتجاهيها التنسيقية القريبة من حزب التجمع واللجنة القريبة من حزب القوى الاشتراكية من جهة والصراع بين حزبي التجمع والقوى الاشتراكية من جهة اخرى يجعل التعبئة مستحيلة ان التجربة اضافت قائلة بيّنت لنا ان المحافظين لا يقتنعون عندما تكون التعبئة سلمية كما حصل بالنسبة لالغاء قانون الاسرة بينما استطاع الاصوليون فرض ممثلهم في الحكومة بالعنف المحآية حمودة الى ممثل وزارة الدفاع ان كثيرا من القبائل المتحمسين لا يترددون في ارجاع سلاحهم ضد السلطة المركزية في اقصى الحالات وان الاصوليين سوف يغتنمون هذه الفرصة واستغلالها لصالحهم رد العقيد مرزاق عليه بان المنطقة مملوئة بجماعات الجية وان معظم قادتها ينتمون الى منطقة تيزي وزو نفسها ثم في حديث مطول حول وضعية البلد نطق العقيد مرزاق بجملة كانت لها اثر القنبلة سوف تتحمل القيادة العليا للجيش مسؤولياتها في حالة انفجار اضطرابات على مستوى واسع ان الجيش لن يبقى ابدا مكتوف اليد زد على ذلك فان المجتمع المدني لا يساند بما فيه الكفاية في حربه ضد الاصوليين حسب العقيد مرزاق فندت خليدا مسعودي تهم العقيد واغتنمت تدخلها لتطلب من الجنرال تواتي استفسارات حول سكوت الجيش واطاراته العصرية امام التزوير الانتخابي لعام سبعة وتسعين لصالح التجمع حزب باتشين وتساءلت كذلك لماذا لا يستولون على زمام الامور ولماذا لا يوجد الديمقراطيون في المراكز الاولى لمؤسسات الدولة واخذت تركيا كمثل والنجاح الذي حققه الجيش في تسيير ظاهرة الاصولية حتى لو ان حضوضها في الالتحاق باوروبا قد تضاءلت اخذ الجنرال تواتي الكلمة ثانية قائلا في حالة ما اذا اصبحت الحالة غير متحكم فيها فان الجيش يأخذ الحكم ثم يعلن الحالة الاستثنائية لفترة قصيرة ولكن كافية لتحقيق مشروع استئصال الجماعات المسلحة وممثليهم السياسيين انها الطريقة الوحيدة لتحقيق اهدافنا ولكن من الضروري اقصاء في نفس الوقت قطاعات المحافظين في اجهزة الدولة وبعدها ترجع السلطة للمدنيين وختمت واتي قائلا على كل حال فاننا مستعدين ولا ننتظر الا توفر الشروط نحن على يقين بان دولة جمهورية سوف ترى النور قريبا في بلدنا ردد العقيد القول بان القيادة العسكرية ضد قانون التعريب ولكن ليس دور المؤسسة العسكرية بالوقوف علنا ضدها يجب ان يأتي الرفض من السياسيين والشارع مذكرا بالتعبئة الكبيرة للقبائل عام الف وتسعمائة واربعة وتسعين خلال الاضراب واثناء اختطاف معطوب إن تعبئة القبائل هي قضيتي أكد آية حمودة أعطى العقيد مرزاق موعدا لهذا الأخير في اليوم الموالي في مكاتب المخابرات في مركز وزارة الدفاع وهكذا انتهى الاجتماع بعد تبادل التحيات هذا ما نسميه في مصطلح المخابرات توفير الشروط أو التحضير النفسي للشخص في الواقع فإن الحرب بين الرئاسة وجنرالات هيئة أركان الجيش كانت في ذروتها ونفس هذه الجنرالات كانت تريد استغلال خطأ زروال الذي سوف يرتكبه في تطبيق قانون تعميم اللغة العربية في الحقيقة إن جنرالات الجيش كانوا يخططون لانقلاب عسكري وللوصول إلى غايتهم سوف تستعمل كل الوسائل إن هذا الاجتماع الذي نظمته مصالح المخابرات بمباركة الجنرالات الأخرى قد تم تسجيله وإعادة سمعه بعد ذلك من طرف الجنرال محمد العماري توفيق اسماعيل تواتي والعقيد مرزاق وخلال هذا الاجتماع تم اتخاذ قرارات خطيرة إن التسجيل السمعي لهذا اللقاء وضع تحت طابع سري جداً بمحضر مع الكتابة الكاملة لقد نقلناه كاملاً كمقدمة لقضية معطوب حتى نفهم أن كيفية اغتيال معطوب لم تكن محضى الصدفة بل خطط لها بدقة في الغرفة السوداء بعد اللقاء مع الجنرالات كان زعماء حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية على يقين أن ساعة التغيير والقطيعة قد حانت وهكذا فكروا ودرسوا عدة خطط عمل بهدف المساهمات بطريقتهم وبكيفية فعالة في هذه الثورة المصغرة من بين الخطط التي ذكرت العصيان المدني والإضراب غير المحدود كلا الخيارين رفضا بعد نقاش حاد بسبب إمكانية الفشل الكبيرة خاصة أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ كانت قد فشلت من قبل باستعمال نفس الخيارات رغم أنه كان أكثر تواجداً على المستوى الوطني وأكثر من ذلك فإن جبهة القوى الاشتراكية لن تمشي في مثل هذه المغامرة التي تتطلب تعبئة مثل تعبئة الربيع البربري لقد اقترح آية حمودة لسعيد سعدي احتلال الميدان الإعلامي أولاً مشيراً إلى أن أصدقاء الحزب في العاصمة الفرنسية سوف يواصلون العمل سنرى التعبئة فيما بعد أضاف قائلاً هل كانت وراءه فكرة؟ لقد كان يتكلم في كل الحالات بثقة أدهشت الجميع كما قال أحد الحاضرين في الاجتماع كان آية حمودة واثقاً أن منطقة القبائل سوف تكون قبراً لمشروع أويحيا ولسلطة زروال هذه الثقة بالنفس لآية حمودة تحصل عليها بعد لقائه مع العقيد مرزاق في مركز وزارة الدفاع وخلال هذا اللقاء قد تم الفصل في مستقبل بعض العناصر المزعجة للشريكين في هيئة الأركان كان آية حمودة يعرف أن معطوب كان يريد زيارة تيزي وزو منذ مدة ولم يتردد ليهتف له زاعماً أنه يريد معرفة أحواله وخلال المحادثة سأل معطوب عن أحوال المنطقة وهنا بدأ آية حمودة يفتخر بالعمل الجيد الذي يقوم به مع أصدقائه والنتائج الحسنة التي تحصل عليها إن المنطقة أصبحت في رأيه أكثر أمناً من العاصمة وبسرعة عبر معطوب عن شوقه لزيارة البلد ولكنه كان متردداً بسبب تخوفاته من النظام بعد خروج ألبومه الجديد الذي يسخر فيه من النشيد الوطني لم يدخر آية حمودة جهده ليقنع معطوب بعدم الخوف حتى من طرف السلطة وأكثر من ذلك وعد آية حمودة معطوب بحراسة مشددة جديرة برئيس دولة وذلك منذ نزوله من الطائرة إلى يوم عودته وأمام هذه الوعود أعلن معطوب أن زيارته إلى تيزيوزو قريبة جداً وقام رئيس مكتب المخابرات في باريس العقيد سماعيل صغير واسمه الحقيقي علي بن قدة القريب جداً من اسماعيل العماري الذي عينه في هذا المنصب بعد وفاة الرائد سوامس محمود المسمى العقيد حبيب بإخبار التوفيق واسماعيل العماري بالقدوم الوشيك لمعطوب للجزائر وذلك قبل أن يشتري معطوب تذكرة الطائرة كان معطوب يعلم أن تهديدات جديدة جاءته من طرف المجموعة المسلحة التي اختطفته يوم الخامس والعشرين سبتمبر الف وتسعمائة وأربعة وتسعين خاصة بعد صدور كتابه لم يكن هذا الاختطاف من تدبير مكاتب اسماعيل ولكن عملية نظمتها الجماعة الإسلامية لمنطقة تيزيوزو نفسها أما تحريره فكانت بفضل تدخل جاسوس وهو أحد عناصر المخابرات الذي يعمل تحت التغطية مع الإسلاميين في الجبل والذي منع قتله منذ اجتماع قيادة الجية وذلك بحجة أن اغتيال معطوب سوف ينقص من شعبية الجية في المنطقة كان معطوب يشعر بالمرارة وهو يعرف أنه تحت تهديد ناس قد لقيهم يوما من جهة أخرى فإن الخروج القريب لألبومه الذي استفاد بإشهار كبير لا يزيد الأمر إلا تعقيدا خاصة وأنه يصخر من بعض مسؤولي حزب التجمع الموالين لزروال وتقريبا في نفس الوقت بالجزائر تدخل آية حمودة لدى بعض معارفه لمنع السيدة معطوب من الحصول على التأشيرة والتي تمكنها من الالتحاق بزوجها بفرنسا ويبقى السؤال مطروحا على آية حمودة عن أسباب هذا التدخل المدعم من طرف الجنرال محمد تواتي في باريس وضع معطوب تحت المراقبة ليلا ونهارا ورغم مخاطر مثل هذه العملية في الخارج لم يتردد الجنرال توفيق في استعمال كل الوسائل المتوفرة لمتابعة هذه القضية لقد كان توفيق مطلع بفضل التقارير التي يرسلها يوميا العقيد علي أصبح ملف معطوب ثقيلا وغاليا بسبب الوسائل المستعملة أكدت قائمة الخطوط الجوية الجزائرية تاريخ عودة معطوب إلى الجزائر إن اختيار معطوب أصبح بوقاحة طبيعيا إن استراتيجي وزارة الدفاع والمخابرات يعرفون جيدا مدى التعاطف الذي يملكه معطوب لدى الشباب في بلاد القبائل وحتى في الخارج إنهم يعرفون أن الأثر الذي يتركه موته يمكن أن يزعزع بقوة جماعة الرئاسة إنه يكفي حينئذ النفث في الجمر ليسقط البناء المؤسسات إن مسيرة معطوب تثير كثيرا من الإعجاب وكذلك تساؤلات حتى بين أصدقائه أنفسهم الذين يشكون في محنته كما وصفها في كتابه عام 94 ولكن عكس أصحاب السيناريوهات فإن المخابرات الجزائرية وانطلاقا من قصة خيالية كتبوا قصة حقيقية وزع فيها توفيق وتواتي أدوارا محددة للكل كان الهدف إسقاط زروال وباتشين من جهة وإعطاء الضربة القاضية للإسلاميين من جهة أخرى اتخذ قرار اغتيال معطوب في أعلى مستوى في الجيش في مكتب مدير المخابرات نفسه الجنرال توفيق الموجود في الطابق الأرضي من المبنى بوزارة الدفاع إن مصلحة التغلغل والمناورات للمخابرات استدعت بالمناسبة ضابط متغلغل في جماعة مسلحة في جبال سيدي علي بوناب والمدعو النقيب رياض والمسمى أبو دجانة بالنسبة للإسلاميين فإنه يدعي الهروب من الدرك وأصبح بفضل معرفته العسكرية ومساعدته المستشار المناور لحسن حطاب في الميدان العسكري واختيار العمليات والأهداف عندما أخبر النقيب رياض بمهمته الجديدة ذهب بخطة وأمر اغتيال المغني ولكن حصل طارئ في آخر اللحظات رفض حسن حطاب رفضا قاطعا الاستماع إلى مستشاره حول ضرورة مثل هذا الاغتيال وأمام تعنت حطاب أخبر أبو دجانة القيادة أن رئيس المجموعة رفض الانصياع حتى بعد مناقشات عديدة حينئذ واصل الفريق الثاني خطة احتياطية العمل يومين قبل الاغتيال تلقى الدرك المحلي الأمر من القيادة الجهوية بتعقيم الطريق المؤدي إلى قرية توريرت موسى مجموعة من ثلاثة أفراد تابعة للدفاع الذاتي للمنطقة فوجئت تعمل على تحديد الأماكن وعندما سألهم الدرك زعم العناصر الثلاث أن آية حمودة أمرهم بتأمين الطريق هذه المقابلة ذكرها الدرك في التقرير اليومي لنهاية المهمة أسابيع بعد اغتيال معطوب تم تحويل رجال الدرك المعنيين وعناصر الميليشيات الثلاث قتلوا في كمين لجماعة أبو دجان وضع اغتيال معطوب المنطقة في هيجان وانطلق العنف من مدينة تيزي والزو وفي العاصمة كان مدبرو الإغتيال ينتظرون من عملائهم تأجيجاً نيران ليبدأوا في الحركة زروال الذي فهم مناورة خصومه بفضل مستشاره بتشين بعد تسرب منظم من طرف توفيق طلب من هذا الأخير ومن تواتي مهلة والتي حصل عليها بشروط عائلة معطوب وبفضل روح مسؤوليتها دعت إلى الهدوء وطلبت من السلطات الكشف عن الحقيقة هذه المبادرة أهدأت السكان رغم الموت التراجيدي لمتظاهر شاب أصيب برصاصة مستفزاً قريب من آية حمودة كان عليم سيلي وهو ضحية أخرى للمخابرات الجزائرية يقول أن وراء قتل قبائلي يوجد هناك قبائلي إن مصير معطوب حدد في فيلة قريبة من العاصمة بعد لقاء بين ضباط متآمرين وبعض مسؤولين سياسيين الذين لا يملكون لا حس الوفاء ولا حس الشرف ومن بينهم ابن ثوري جزائري كبير ولكن للأسف لم يرثه جينة الشرف والذي باع روحه إلى ضابط مقابل منصب وسلطة زائلة إن الكبرياء والغيرة كانت سبب تلوثه لماذا ترك سفاح الأطفال السيدة معطوب حية؟ ما هي طبيعة العلاقة بين آية حمودة وزوجة معطوب؟ هل كانت لمعطوب معلومات حول العلاقة الغامضة لزوجته مع آية حمودة؟ من أخبر معطوب عن علاقات زوجته مع المخابرات؟ كثير من أعضاء عائلته تدور في فلك المخابرات الجزائري لماذا واصلت الجرائد القريبة من حزب الأرسيدي الأخبار الكاذبة للمخابرات والمتعلقة بالقضاء على قاتل معطوب في حين أن التحقيق ما زال في بدايته؟ من غير مكان سيارة معطوب ولأي أسباب؟ من كانت له مصلحة في إطلاف النسخة الأولية من التقرير الباليستيكي للدرك الوطني والذي أظهر التناقضات بين تصريحات السيدة معطوب؟ من أمر بتحويل الدرك المكلفين بالتحقيق؟ ألماذا قتل الأعضاء الثلاث للميليشيات؟ وهو خبر نشرته جرائد جزائرية عديد أسابيع بعد موت معطوب؟ إننا نترك آية حمودة يجيب على كل هذه الأسئلة نشرته جزائرية عديد أسابيع اشتركوا في القناة شكرا